استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك تطورات الوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والامنية والخدمية على ضوء المستجدات الاخيرة والجهود المفذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتجاوز التحديات القائمة وفي مستهل الجلسة قدم رئيس الوزراء إجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المسجدة على الساحة الوطنية بمن في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لإحلال السلام والتعاطي الجاد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة معها مع استمرار تعنت ميليشيات الحوث الإرهابية ورفضها لكل الجهود ومضيها في تعميق المأساة الكارثية للشعب اليمناني التي تسببت بها ومؤكدا أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعت عنه إذا لم تدعي ميليشيات الحوث الإرهابية ودعميها في إيران للحل السياسي وتطرق الدكتور معين عبد الملك إلى التقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزرات الخدمية عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في قطاع الكهرباء وتوفير الوقود اللازم في أسرع وقت ممكن مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال بعيدا عن أي تجاذبات سياسية ونقش مجلس الوزراء تقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية وتطورات في مختلف الجبهات على ضوء التصعيد العسكري لميليشيات الحوث الإرهابية وخطط القوات المسلحة للتعامل معها مؤكدا أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها تقديم كل أوجه الدعم والإسناد للقوات المسلحة والمقاومة والقبائل في هذه المعركة المصيرية وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية أسر الشهداء تقديرا للتضحيات التي قدموها من أجل عزة وكرامة الوطن وأبنائه كما قدم وزير الداخلية إحاطة حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وملاحقة العناصر الإرهابية والنتائج المحققة في هذا الجانب وأشدد المجلس بهذا الخصوص على استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الأمن والاستقرار واستمع مجلس الوزراء إلى حاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول مستجدات الوضع السياسي والتحركات الأممية والدولية القائمة لإحلال السلام في بلادنا وأجدد التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على مرجعيات الثلاثة المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية ووفق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في بلادنا على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي